أخي علاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما رأيكم في كتاب الفقه المنهجي الخناء والبغاء وفقه السنة على سبيل الاكتفاء والتمذهب بما فيها لا ما صح ما صح ما صح ولن ينبني فقيها بهذا هو لعله يريد يعني مبادئ الكفايات وبعدين أصلا أنا أقول لك أن تتعلم تعلم بالتلخين المسألة ليست مسألة الصحف تفيدك علميا لابد تتعلم على دي شيخ لابد يعني تلقي طبعا العلم لا يكون إلا كذلك يعني لو قرأ وحده قد يضل يفسد أكثر مما يصدر ويضل طبعا هو المشكلة كبيرة جدا في من كان شيخه وكتابه خطأه كثير جدا يكون أكثر من صوابه لابد أن يتعلم ويرحل ويسمع الآن يرحل خلاص منتهية ليش؟ لأنه موجود الآن الشبكة هذه شبكة النت وشبكة اللي هي الموسعة يستطيع أن يسمع العلماء وقد يجد الراسخين من أهل العلم أو من طلبة العلم يسمع عليهم وهو لن يتقن علم إلا بذلك لابد من أن يجسوا على ركبتين أخي هاترقنا الدنيا بأسرها لنذهب إلى هذا وذاك وشيخ نجلس صباح مساء لنسمع العلم لا يكون إلا بهذا لا يكون إلا بهذا طبعا طهارة هذا يثبت فيه العلم نحسن الله قبول نعم شكرا